اقامت قيادة السفينة الايطالية كارا بنيري مؤتمرا صحفيا بميناء سلمان بعدما راست بمملكة البحرين اثناء جولتها البحرية والتي شملت العديد من الدول العربية والاسيوية وتقيم السفينة الايطالية حتى الستادس والعشرين من الشهر الجاري بالمملكة وذلك من اجل اقامة مختلف الانشطة التجارية والاجتماعية وبيّن القائمون على السفينة الايطالية خلال المؤتمر الصحفي ان هدف هذه الزيارة هي تقوية العلاقات والتعاون الثنائي بين دول المنطقة والتأكيد على اهمية السلامة البحرية والمراقبة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية البحرية فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة في الدول التي تعتمد على البحر كمصدر للدخل وذلك من خلال توفير فرص العمل والتقدم التكنولوجي يذكر ان السفينة كارابنيرا الايطالية بدأت جولتها في ديسمبر الماضي وتستهدف دول جنوب شرق اسيا واستراليا حيث انها زارت المملكة العربية السعودية وسيرلانكا واستراليا واندونيسيا وسنغافورا وماليزيا وباكستان وعمان والكويت وحاليا مملكة البحرين قطعنا اكثر من نصف الطريق حاليا وسنعود الى ايطاليا في شهر يونيو المقبل وبحلول عام 2021 سيكون لدى ايطاليا عشر سفن كهذه السفينة فهذه السفن قادر على البقاء في عرض البحر لمدة زمنية طويلة لانها متطورة ومتقدمة وتوفر كل سبل الراحة لمرتادها لقد تعاوننا عدة مرات مع دول الخليج ونحن سعداء كثيرا لزيارتنا لمملكة البحرين